أنا عايز أتكلم مع حضراتكم في أهم وأبرز أخبار الخاصة بالفرقة وتحديداً النهاردة وفي إطار الاستعداد لمباراة الإسماعيلي بعد بكرة النهاردة كان فيه مسحة طبية للفريق استعداداً لهذه المواجهة نتيجة المسحة تخرج خلال ساعات كمان كان فيه جلسة مهمة من مستر بيتسو ميسماني مع اللعبين واتكلم فيها عن التحضيرات الخاصة بالمباراة المجبلة أمام الإسماعيلي بعد بكرة وأهمية هذه المباراة وقبل التمرين النهاردة كمان اتكلم معهم عن الفقرات الخاصة بالوحدات التدريبية بمران اليوم لكن فيما يتعلق بالمصابين وده أمور مهمة جداً في الحقيقة خلال فترة حالية وفي ظل غياب بعض العماصر المؤسرة وأبرزهم في الحقيقة علي معلول لكن عايز ابتدي بطهر محمد طهر والنهاردة كان عنده جلسة في الجيم وده بسبب إيه؟ بسبب أنه عنده إجهاد عام اشتكى من إجهاد عضلي عام بالنسبة له فتم الاستقرار على أنه يعمل بعض التدريبات التأهلية في الجيم وده كله بالتنصيق ما بين الجهاز الفني والجهاز الطبي بكل تأكيد لكن فيما يتعلق بأيمن أشرف هو أحد أبرز اللاعبين خلال الفترة الحالية أيمن أشرف اكتفى أيضاً بجلسة في الجيم وده بسبب إجهاد عام برضه لما تيجي تبص على الخبرين دول كده هتلاقي إيه؟ هتلاقي إن فيه إجهاد عند عدد كبير من اللاعب النادي الأهلي هتلاقي عند البعض الآخر شد عضلي في عضلات مختلفة بالنسبة لكل اللاعب أبرز معالي معلول شد في الخلفية كان صلاح محسن في الأمامية عدد من اللاعبين فده كان ناتج طبيعي للمشاركات المتتالية ولضغط المباريات ولقوة المنافسات المختلفة لكن في كل الأحوال برضه هتتعامل مع العقابات اللي بتواجهك خلال الفترة الحالية وإن شاء الله تنجح في التغلب عليها فيما يتعلق بوليد سليمان وعلي معلول علي معلول بيواصل للتأهيل مش هيلحق مطش الإسماعيلي ده مؤكد مش هيلحق مطش الإسماعيلي لكن فيه نسب كبير جدا إنه يلحق مباراة فيتا كلوب يوم 16 بإذن الله تعالي بنسبة تتخطى 90% علي معلول ممكن يكون متواجد في هذه المباراة وتواجد علي معلول بالتحديد حيكون مهم لسبب أو لسبب اين؟ بخلاف السبب الأولين اللي هو علي معلول وقمته الفنية وأهميته بالنسبة للفرقة السبب الثاني هو غياب محمود وحيد واللي كان قدى مباراة مهمة أو جاله مزق في العضلة الخلفية عيغب من شهر لشهرين عن الملاعب فمش هيبقى قدامه غير مين؟ أيمن أشرف وبالنسبة كبيرة أيمن أشرف حيالعب باككليفت في المباراة اللي جاية أمام الإسماعيلي فلو ما رجعش علي معلول في المباراة فيتا كلوب فأيمن أشرف حيالعب باككليفت حسب طبعا الاختيارات الفنية المستر بيتسو موسيماني هو أضرى بكل شيء لكن مهم أقول أنه أنت تحاول تستعيد بعض العناصر المهمة وأبرزهم طبعا علي معلول قبل مباراة فيتا لكن فيما يتعلق به وليد سليمان وليد سليمان هيشارك في التدريبات الجامعية مع الفريق بالتحديد في فترة التوقف الدولي يقدر يشترك في التدريبات الجامعية وفي تريص شوية في قرار عودة وليد سليمان للمشاركة في التدريبات وده بسوي أنه كان عنده مزق في العضلة الخلفية وده بعده بشكل كبير على مدار الفترة اللي فاتت وكان أهم التحديات اللي بتاعد عنها وليد سليمان كاس العالم للأندية فإن شاء الله بإذن الله تمناهم كل التوفيق عايزة تطرق سريعا قبل مروح لفصل لتصرحات الكابتن سيد عبد الحفيز النهاردة كانت تصرحات مهمة اتكلم فيها على علي معلول وقلت رهارتكم خبر علي معلول فيما يتعلق بكريم ندفيد كريم ندفيد جاله رشح خفيف في الرجبة هل ده معناه أن في مشكلة تانية كريم ندفيد لا لسه مش باين دلوقتي وكان خلاص قرب جدا نشارك في التدريبات الجامعية لكن للأسف حظه سيء حيتم التعامل مع الإصابة دي أو مع الرشح ده تحديدا إن شاء الله مش هياخد فترة طويلة بالنسبة لكريم ندفيد غاب بقاله كتير جدا يعني اتكلمت على محمود وحيد وتكلمنا على أهم وأبرز التصرحات والأخبار اللي مهمة اللي مهمة